سوق الخضار في مدينة خان شيخون بريف ادلب هو مسرح جديد لجريمة جديدة من جرام الاسد مدينة خان شيخون التي كانت مسرحا لكيماوي الاسد قبل حوالي شهر من الان عاد الطيران الحربي ليرتكب المجازر فيها من جديد قامت طائرات حربية تابعة للاسد باستهداف سوق الخضار هنا في مدينة خان شيخون مما ادى لسقوط خمس شهداء على الاقل واكثر من عشر جرحة ربما تمت معاقبة الاسد على جريمة الكيماوي في خان شيخون والتي ادت لسشهاد مئة من المدنيين لكن من يعاقب على الجرائم المستمرة بالاسلحة الاخرى بالبراميل والصواريخ الفراغية التي يرتكب فيها نظام الاسد كل يوم مزيد من الجرائم والتي وصل عدد الشهداء فيها الى اكثر من خمسمائة الف شهيد من يعاقب على هؤلاء يتساءل المدنيون هنا ولا يجدون اجابة سوى بمزيد من الصواريخ وبمزيد من البراميل المتفجرة التي تتلقى عليهم شو ليه صار بالضبط هوني؟ كانوا قاعدين عبي بيعوا هوني خاص يعني الغالم حامل لك بسطة عبي بيع هوني اللي كان عنده هذا اللي عنده صحات عنده خاص اش من كان عبي بيعوا وما حسوا الطيران نزل عليه هون فجأة ما بيعرفوا شيء يعني هوني ما فيه لا دبابات ولا فيه شيء خالص ما فيه شيء اي شيء خالص كليئتون يعني هذا اللي هوني استجدوا اربع خمسي يعني عندهم تالي قوطع بيعيشهم من وراه لا عندهم هالدبابات ولا عندهم شيء ولا شيء عاشي مورا الله وهالخص يعني ما حسوا اللي الضربة يجدون هيك يعني فجأة يعني قاعدين هوني الله يضربوا المجاه الحبيب محمد طيب خانشيخون قبل فترة تعرضت للكيماوي وهلأ رجع من ثكب جريمي بس بسلاح تاني خانشيخون يوميا عبي يضرب عليها متفرد الصلاة موشرت بس ضربة كيماوي بعد ما ضربت كيماوي ما هذا الطيران خالص لا ارتجاجة ولا صواريخ ولا شيء خالص الطيران مو عب وقف لا بليل ولا بنهار عقانشيخون ضرب يعني عبي حاولي هجر الشعب ونحن هوني صامدين بإذن الله ما منطلع إلا على جسدنا إذا الله يسر بيت أهلين